من المؤكد أن الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات هيكلية وهذه أيضا موروثة من عقود لم يتسبب بها السيسي لوحده والحكومة الحالية وطبعا تتمثل في انهيار السياح على سبيل المثار انها قيمة العملة المصرية هناك عجز كبير في الموازنة هناك عجز في ميزان المدفوعات هناك غلاء هناك نقص في احتياط الأجنبي وغيرها وطبعا كل هذه تتطلب إصلاحات جذرية وإصلاحات للأسف يجب أن نقول أيضا مؤلمة يعني ممكن أن تمس مصالح فئات واسعة والحكومة لا تجد خيارا سوى المضي ولكن أن تعتمد الحكومة على الجيش في حل هذه المشاكل هذا يناقض مبدأ الإصلاح الإصلاح يجب أن يهدف إلى تجيع القطاع الخاص وإلى الاقتصاد المصري يقوم بها وليس إلى الجيش المتهم بشكل واضح بإقامة إمبراطورية اقتصادية واسعة تشمل جميع الفروق